أقرب الساعة الآن تشيري للثامنة صباحا بتوقيت القاهرة وده موعد موجز الأنباء بصحبة زملتناها للحمل شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخميسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس كان الرئيس السيسي قد شارك في الجلسة الختامية للقمة حيث أكد أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغير المناخي وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشارم الشيخ كوب 27 منصة نوفي وحصلت على تمويل يمكن مصر في عام 2030 من أن يصبح لديها 42% من خليط الطاقة عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء وديا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الفرنسية باريس وأكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين بحثا كيفية تعزيز آلية التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب وناقشا كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية كما توافقا حول مواصلة جهودهم المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدرتها عقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات على هامش القمة حيث التقى مع الرئيس الكني ويليام روتو وأكد على تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين مصر وكينيا معاربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتى المجالات كما التقى الرئيس السيسي الرئيس الجنوب إفريقي سيرال راما فوزا حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا في مختلف المجالات لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة والتقى الرئيس السيسي وزير الاقتصادي والمالية الفرنسي بغونو لومار وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعميق وتطوير أفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي علقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة ميثاق التمويل العالمي في العاصمة الفرنسية باريس وقالت مديرة صندوق النقد الدولي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها كانت فرصة عظيمة لمقابلة الرئيس السيسي على هامش قمة باريس وأضافت أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى أسس الشراكة والتقدم المستمر الذي تقوم به الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ على أوكرانيا خلال الفجر مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار وأكد رئيس الإدارة العسكرية العاصمة سيرجي بوبكو أن الدفاع الجوي دمر أكثر من 20 صاروخا في المجال الجوي حول كييف من جانبه قال رئيس بلدية دينيبرو وسط أوكرانيا إن عددا من المنازل قد دمرت بالكامل نتيجة القصف قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 37 مهاجرا لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية وأضافت المنظمة أن الناجين وجميعهم من أفريقيا وصلوا إلى لامبيدوزا بعد أن أنقذهم قارب آخر مشيرة إلى أن الناجين غادروا ميناء صفاقس التونسي متجهين إلى إيطاليا وكان على متن القارب 46 شخصا أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي باستاذ ابن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وشارك في التدريبات كل اللاعبين وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكايالي المدير الفني ويختتم المنتخب تدريباته اليوم استعدادا للقاء الأحد المقرر أن يقام باستاذ ابن بطوطة يزور مصر حاليا المدرب الإسباني باب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيري الإنجليزي وعائلته في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية وقرر رئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط الصيحي عمر القاضي إن مثل هذه زيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوي ومؤثر في الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسباني الذي شهد نموا كبيرا في الحركة السياحية الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام وقد وصل باب جوارديولا وأسرته إلى مطار القاهرة حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة النيلية من الأقصر إلى أسوان وتختتم بزيارة معبد أبو سنبل بأسوان انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة